موجز الأخبار من المحور أهلا بكم شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية تنفيذ مرحلة الختمية لفعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 والذي نفذت فعالياته بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالية للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 20 دولة صديقة وشقيقة وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة بتدريب وعدد من الملحقين العسكريين ودارس الكليات والمعهد العسكرية والإعلاميين وألقى القائد العام كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأشد بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات والقدر على إدارة مهمة مشتركة باحترافية بعد الاستفادة من تبادل الخبرات بالشكل الأمثل أهبت وزارة الداخلية بمالك مركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملسق الإلكترونية حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملسق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارا من اليوم أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة بجائزة الأمم المتحدة المستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان وأكد الجزار أن الوزارة قد تلقت خطابا من مكتب المدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة يفيد بفوز الهيئة بالجائزة من بين 170 ترشيحا من العديد من البلدان من قبل لجنة الاختيار للجائزة حيث رأت اللجنة بالإجماع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن تحصل على الجائزة لدورها الطويل الأجل في تحقيق العمران المستدام من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمنة وبأسعار معقولة أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خلوج 657 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وأوضح بيان وزارة الصحة أمس أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس بالإضافة إلى وفاة 14 حالة جديدة أعلن البيت الأبيض أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية حول فيروس كورونا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء المقبل لتوسيع وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الفيروس ويهدف بايدن إلى البناء على التجمعات السابقة لقادة العالم والوزراء في منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهم لحجد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى جانب قادة العالم للتوافق حول رؤية مشتركة لهزيمة فيروس كورونا معا يواجه المنتخب الوطني لكرة الصلاة اليوم منتخب أوزباكستان في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة الصلاة المقامة حاليا في لتوانيا وكان منتخب مصر لكرة الصلاة قد خسر بنتيجة 9-0 أمام نظيره الروسي في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة الصلاة في لتوانيا قبل أن يفوز منتخب مصر على نظيره جواتيمالا 6-3 في الجولة الثانية ليرتافع رقصي منتخب الصلاة لنقطتين في المركز الثاني تشهد منافسات الجولة الخامسة من عمر الدور الإنجليزي مواجهات قوية اليوم حيث يستضيف ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره كريستي البالاس في الرابعة مساء على ملعب الأنفيلد كما يستضيف مانشستر سيتي نظيره فريق ساوس هامبتون في نفس التوقيت على ملعب الاتحاد ويحل أرسنال ضيفا على فريق برنلي على ملعب تريف مورا ضمن مواجهات البريمير ليج اشتركوا في القناة